وجوه تنسحب من المسرح وأخرى يسلط عليها الضوء وبين المشهدين تتشكل ملامح مرحلة مستقبلية في اليمن المبعوث الدولي جمال بن عمر يختفي من المشهد اليمني تارك نياه أكثر تعقيداً من من كان عليه في بداية مهمته استقال بن عمر بعد اتهامات له تارة بالفشل وتارة بالانحياز لأطراف بعينها في الصراع نيب الرئيس اليمني خالد بحاح أصبح تحت دائرة الضوء ويرهن البعض عليه لأن يكون رجل التوافقات الصعبة يحظى بحاح بدرجة عالية من القبول في الداخل اليمني وشبكة علاقات قوية تكفل له جمع الطيف اليمني حول طاولة الحوار في اللحظة المناسبة طاولة الحوار المحتملة حدد لها بحاح أطراً واضحة مشترطاً نبذ العنف ويلقاء السلاح ووعداً بعدم إقصاء أي فصيل إلا أن تحقيق ذلك يتطلب أولاً تطبيق مليشيات الحوثي صالح للقرارات الدولية ذات العلاقة فوراً ودون إبطاء وإيقاف العبد بمقدرات الوطن وتدمير مؤسساته وإيقاف القتل العمد للمدنيين والتدمير الذي طال جميع أنحاء الوطن وإيقاف العمليات العسكرية تطورات الملف اليمني أو تحولاته لم تأتي وليدة حظ أو صدفة هذه التطورات نتاج لعملية عصفة الحزم التي دخلت أسبوعها الرابع نجحت الحملة الجوية والحصار البحري في ضعف موقف المسلحين الحوثيين ووقفت تقدمهم في الجنوب الآن لا يوجد قياده سيطرة لا يوجد عمليات مستمرة وبالتالي الهرم القيادي المرتبط بالرئيس المخلوع أصبح مقطع وغير ما اتصل ولذلك هذه عبارة عن مبادرات فردية من قادة الألوية قد يكون وذكرت أمس وأؤكد عليه أن عودة جندي واحد لدعم الشرعية يعتبر إضافة لأعمال حماية المواطن اليمني مع التقدم العسكري تحقق انفراج كبير على الجبهة الدبلوماسية موافقة مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الخليجي بشأن اليمن أعطت ظهيرا سياسيا دوليا لعصفة الحزم وعزلت الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح قرار مجلس الأمن منع تزويد الحوثيين وأنصار صالح بالسلاح وفرضت عقوبات على قيادتهم وبين احتمالات الدخول في تسوية سياسية واحتمال التصعيد العسكري تسير خطس شركاء الرئيسيين في تحالف عصفة الحزم وفي سياق هذه الخطوات أعلنت السعودية ومصر عزمهما على إجراء منورات عسكرية على الأراضي السعودية بمشاركة دول خليجية المناورات المرتقبة هي رسالة بالجهزية والاستعداد لأي تطورات محتملة على الأرض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر